سوف نرى طريقة الحنة سوف نقوم بتقليد المصر سوف نقوم بتقليد المصر سوف نقوم بتقليد المصر سوف نقوم بتقليد العiston ève رسومات الحنة دي بتتبعها في أي مكان يعني رخيصة والورقة الكبيرة دي بعشرة جنوبة ما مليانا رسومات بس طبعا علشان أنا واخدة منها فأنا حيخد دلوقتي أي رسمة تعجبني وأي رسمة تكون على مقاس إيدي اللزقة هي ولزقتها على إيدي هي اللزقة بس طبعا تقلعي أي خواتم وأي حاجة أنت لابساها علشان تتلزق كويس أنا لزقت اللزقة هي على إيدي قطيت كل الرسمة بالحنة كل الحنة حطيت عليها يعني الرسمة اللي أنا لزقة على إيدي غطيتها كلها بالحنة نشوف بعد كده بكل هدوء بقى أشيل أشيل اللزقة اللزقة دي أول ما تشيلها خلاص ترميها على طول وهتطلع معاك حنة بالشكل ده تسيبيها ما تغسليهاش أنا شلت اللزقة يا هي واسيب الحنة زي ما هي كده على إيدك تسيبيها مثلا نصف ساعة تلت ساعة لغاية لما ترسم وتلون إيدي كويس قوي وبعدين بيخسليها فيه أنا سيباهي على إيدي حسبها نصف ساعة تسيبي ويقEl يحبوني تسيبي 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 شكرا